طب ليلكم أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح أهمية تطوير العلاقات بين دولة الكويت وأذربيجان في المجالات كافة قال الشيخ سلمان الحمود الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية قبل مغادرته العاصمة الأذرية باكو إن زيارته جاءت بناء على توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتعليمات سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالمشاركة على رأس وفد رسمي بمراسم افتتاح دورة الألعاب الأوروبية الأولى في أذربيجان أوضح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب أنه نقل تحيات سمو أمير البلاد لرئيس أذربيجان إلهام علييف أثناء حفل أقامته الرئاسة هناك على شرف رؤساء الوفود المشاركة في الافتتاح وكذلك تمنيات دولة الكويت لأذربيجان بمزيد من التطور والازدهار ونجاح الدورة الحالية للألعاب الأوروبية وأضاف الشيخ سلمان لحمود الصباح أن رئيس أذربيجان أكد في أكثر من مناسبة اهتمام بلاده بتطوير المجالات الرياضية واستعدادها لتنظيم العديد من الفعاليات الرياضية الدولية مشيرا إلى أن القيادة الأذرية وجهت الشكر لجميع الدول التي شاركت في افتتاح دورة الألعاب الأوروبية ترجمة نانسي قنقر